السلام عليكم لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في تقديم المزيد ان شاء الله التسامح ليس معناها اللي والتسامح ليس معناها التنازل ولكن التسامح مع الله عز وجل حتى ترحم الخلق يا سلام لما ينغارز وينزع التسامح في قلبك فتعلو على الصغائر وتعلو على المشاكل وتعلو على الخلافات وتعلو على صغائر الأمور لأنها لا تليف بك فكان اكثر الناس تسامحا من عنت قيمته عند الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخلاق والأدب لازم في الحياة أحبكم في الله بالأداب وكان حدراف قد حاول مصفحة متولي ومساعدته على النهود بعدما تسبب في إسقاطه وهو يحاول انتزاع الكرة منها فران الأخير رفض مد يده لمصفحته ونظر إليه نظرة غضب قبل أن ينهض لتنفيذ ضربة الخطأ وكانت مباراة فريقين أهضة بركان ورجاء الرياضي قد انتهت بهدفين لمثلهما اتسجل هدفي الفريق الأخضر عبدالإله الحافظ في الدقيقتين الثانية والثامنة والثمانين فيما سجل لفريق نهضة بركان اللاعب عمر النمساوي في الدقيقة السادس والسي هو محسن يجور في الدقيقة السبعين عزيزي المتابعة إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك الاشتراك عبر الضغط على زر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر خورة وقوع باللقاء